اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا هنستخدمها ونستفيد منها هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على كرس الحمام وهي بتساعدك ان انت ترفعيه وتقفليه بكل سهولة من غير ما تضطر ان انت تمسكيه بايدكي وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او اداة تثبيت طريق تثبيتها على الجدار سهلة جدا والاداة دي بيجي متثبت عليها كذا شماعة طبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزها وتثبتيها عندك في اي مكان في البيت بعد كده هنشوف عندنا اداة التنظيف او الكطع اللي بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف احجام استكاكين او المقصات وتقدر ان انت تنظفي بيها المعالق او الشوك او مختلف ادوات المطبخ اللي بتكون عندك بكل سهولة دلوقتي هنشوف عندنا منظم بيكون لي كذا استخدام تقدر ان انت تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي بيه الشربات او الملابس الداخلية او تقدر ان انت تثبتيه في المطبخ وتنظمي بيه مختلف الاكياس اللي بتكون عندك واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة او اللوز او عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام بعد كده عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك تقريبا حوالي عشرة كيلو من الرز وبيجي معاك ادام عيارية بتساعدك ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت عاوزاها من الحاجة اللي انت بنظمها بيه وغير كده كمان بيجي فيه جزء خاص تقدر ان انت ادفيله الطوم عشان بيمنع تساوص الرز هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل المنظم ده بياخد معاك نوعين من التوابل يعني ممكن تحط الملح والفلفل مع بعض وتستخدميه من خلال منظم واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الميكب وتقدر كمان ان انت تنظمي بيه العثور او الكريمات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاكسسوارات اللي عندك حجمه بيكون كبير وتقدر ان انت تنظمي بيه كمية كبيرة من مختلف اللوازم الشخصية اللي بتبقى موجودة عندك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لأربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكاوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه بعد كده عندنا مصفة للحود تقدر ان انت تسبتيها بطريقة مبتكرة جدا على الحود وتصفي عليها بواي الاكل وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم ادوات تنظيف الموعين وهنا معينا مجموعة من الاكياس اللي تقدر ان انت تنظمي بيها البوكاليات تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم السكر او الرس او مختلف انواع البوكاليات اللي بتكون موجودة عندك وطبعا استخدامها بيكون سهل جدا وتقدر ان انت تثبتيها عندك في دلاب المطبخ او في التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدامها بيكون سهل جدا تقدر ان انت تخياطي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة الخياطة العادية بالزبط هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة للمطبخ تقدر ان انت تخسلي من خلالها الخضار او الفكهة وتقدر كمان تستخدميها كمصفة وتصفي من خلالها اي حاجة انت بتخسليها فيها زي ما هو ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وطبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة لندق او اللوز او عين الجمل من خلالها مختلف انواع المكسرات بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مشترك كهرباء طريقة استخدامه سهلة جدا وحجمه صغير مش بياخد عندك اي مساحة وغير كده السلك بتاعه طويل جدا تقدر ان انت يتوصلي لاي مكان وتستفيدي منه بكزا طريقة مختلفة هنا عندنا الطوصة الصغيرة دي تقدر ان انت تعملي فيها الطوصة او تقدر ان انت مثلا تقلي فيها بضاية واحدة يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لزيتية اللاصق يعني مش بتحتاجي لأي مواد لاصقة عشان تسبتيع الجدار هنا عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تتعلق عليها الهدوم او مختلف اللوازم الشخصية الخاصة بيكي وطبعا تقدر ان انت تسبتيها على الجزء الخلفي من اي باب عندك وهنا هنشوف عندنا منظمات للتوابل والمنظمات دي بيجي معاها كتعة بتساعدك ان انت تسبتي المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس طبعا تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع التوابل اللي بتبقى موجودة عندك وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة التلاتة في واحد وهي بصراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تخسلي مختلف احجام الكبايات من جوة ومن بره من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكباية او في المنظم او اي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة دلوقتي هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تقفلي بيها كوابس الكهرباء لو انت عندك اطفال في البيت الكطع دي بتساعدك ان انت تأمني عليهم من الكهرباء هنا عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها التوابل الصحيحة او التوابل البودرة او تنظمي بيها المكسرات او اي حاجة انت عاوزيها وبعد كده هتقدر ان انت تثبتيها على بعض كده وتنظميها جوة التلاجة او بره التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بيها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بيها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او بره التلاجة بعد كده هنشوف عندنا منظمات الهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة 3 في 1 المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة او الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطع البطيخ او الشمام لكذا شكل زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف الموعين والاداة دي بتيجي معاها كذا قطعة عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انت تستبدلي القطعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل الموعين اللي بتبقى عندك وتقدر كمان ان انت تنظفي بيها الحود او البتجاز وهنا بقى هنشوف عندنا القطعة البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نظيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي